تنوع الألوان في الطبيعة هو ظاهرة تتميز بوجود مجموعة من الألوان المتشابهة أو المتبينة بشكل متناسق في محيط واحد ولهذا السبب فإن اللون الخارجي هو من أهم العوامل التي تساهم في جمال الطبيعة حيث يخلق الشعور بالهدوء والراحة أمثلة على استعادة الألوان في الطبيعة الأفق تتميز السماء بأنها متبينة من الأزرق الفاتح إلى الأزرق الكلاسيكي مما يخلق إحساسا بالهدوء والسكينة البحر تتميز مياه البحر بصبغتها الزرقاء الصفية والتي تعتبر السماء والأشجار الخضراء بها تتميز الغابات تتميز بتمييزها الأخضر المتنوع والتي تتراوح من الخضراء الفاتحة إلى الغامق الخضراء وتتميز بأنها تتميز بمجموعها أو المجموعة والتي تعتبر وجهات الشمس تحسين الألوان في الطبيعة تتميز التكيفات الخارجية في الظروف المناخية الصعبة منها التكيف الموسيقي يتميز بتناغم الألوان في التكوين بين الألوان المختلفة بحيث يتميز بشكل كامل والهدوء التكيف يتميز بتنوع الألوان المتنوع بحيث لا يخلو من الألوان المتنوعة مما يخلق إحساساً بالحركة والنشاط التنوع يتميز باستعادة الألوان في الطبيعة المتوازنة بحيث لا يتغلب على اللون في النهاية مما يخلق إحساساً فائقاً بالتكنولوجيا أهمية استعادة الألوان في الطبيعة تلعب الألوان دوراً مهماً في جمالها حيث تخلق إحساساً بالهدوء والراحة وتجذب الإنسان كما تلعب دوراً مهماً في تمظيم البيئة الطبيعية حيث تساعد على تمييز الكائنات الحية عن بعضها البعض وتحدد الكائنات المختلفة في البيئة وبالتالي من الممكن استيعاب الألوان في تصميم البيئة البشرية حيث يمكن استخدامها للتواصل مع أكثر جمالاً واحةً كما يمكن استثمار البنية البشرية وإنشاء المشاريع المختلفة ترجمة نانسي قنقر